أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأدر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا ذا طيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يشعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من سمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزباج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تدري لمستقد لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغلقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما دأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رسقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أطعموا ولو يشاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستغيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا دلوا نص شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ضلال على الأرائق متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدوب مبين فأن يعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أضل منكم جملا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون واليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا تكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي ولا يرجعون ومن نعمره منكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينظر من قان حيا ويحق الغول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محبرون فلا يحزن قولهم إنا نعلم ما يسردون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأقضر نارا فإذا أنتم منه توقذون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ولا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم جلد ولم جولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقض ومن شر نفى ثادف العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسبس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ضيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون أسخلات ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من خبرك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيجين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلل للذين آمنوا ربنا إننا رعوف الرحیم يا الحمد الرحمن تمام کا ثواب اپنے پیارے حبیب صلو اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیتاً رفتاً پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما اس کا ثواب تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام تمام طابعین تمام طابعین تمام ازداج متحرات تمام خلفاء راشدین تمام اہلے بیت اتحار کی بارگاہ میں حسابہ کرتے ہیں قبول منظور فرما يا الحمد الرحمن اس کا ثواب خصوص بالخصوص اتنے پیر و مشردی بارگاہ میں حسابہ کرتے ہیں قبول منظور فرما يا الحمد الرحمن اس کا ثواب قبرستان والے جتنے بھی مسلمان مرحومین مرحومات تمام کو اس کا حسابہ کرتے ہیں قبول منظور فرما يا الحمد الرحمن اس کی برکت سے ان کے تمام صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے ظاہری باطلی گناہوں کو معاف فرما يارحم الرحمن اس کا سواب خصوص بس خصوص قوصر سلمانی کو عصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما اس کی برکت سے ان کے درجات برن فرما اس کی برکت سے ان کی قبر میں تاحد نگوہ کشاتگی عطا فرما يارحم الرحمن اس کی برکت سے ان کی قبر میں جنت کا اورنا بچھوڑنا نصیب فرما اس کی برکت سے ان کے تمام صغیرہ قبیرہ چھوڑے بڑے ظاہری باطنی گناہوں خطاوں کو معاف فرما يارحم الرحمن ہم سب کو اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما يارحم الرحمن اس کی برکت سے ہم سب کو يارحم الرحمن پانچ وقت کی نماز با جمعات پر بسط میں ادھا کرنے کی توفیق عطا فرما قرآن شریف کی ترابط کرنے کی توفیق عطا فرما قرآن شریف کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اپنا حقیقت خوف عطا فرما اپنے حبیب کا عشق عطا فرما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آبه وآصحابه اجمعين برحمتك يا رحم الرحمن